السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم راش عبدين من قناة كودرس كامب احنا اتكلمنا عن اجزاء كتير في الهارد وير واخر حاجة وقفنا عليها الرام وارفنا ان الرام ده جزء بيتحط في الكمبيوتر بيتخزن عليه المعلومات بس بتتخزن بشكل مؤقت علشان كده بيتقل عليها الفولاتايل ممري او الزاكرة المتطايرة يعني لازم تكون الكهرباء وصلة لشاب بتاعت الرام دي علشان يفضل مختفز بالزير والوحيد بتاعته بالبيناري سيستم كده عندنا مشكلة كبيرة مينفعش اقفل الكمبيوتر في كل البروجكس بتاعتي والثور وكل الديتا بتاعتي اللي متخزن على الكمبيوتر تطير انا محتاج جزء في الكمبيوتر يتخزن عليه الديتا بشكل دائم فهنا تعالوا نتكلم على نوع من انواع الستوريج ديفايزز مش هينفع نتكلم عن الستوريج ديفايزز الا لما نبتدي نتكلم عن الهارد درايفز الهارد درايفز هو ده المكان اللي بيتحفز عليه الديتا في حالة ان احنا قفلين الكمبيوتر عندي الهارد ديسك درايف او الاختصار بتاعه HDD بتتخزن المعلومات عليه بس بشكل يعني بشكل غير متطير يعني بشكل دائم ده كده شكل الهارد ديسك لو احنا اشتريناه من برا لو احنا حبينا بقى نفتح الهارد ديسك ده كده من جوا ونشوف بيتكون من ايه هنلاقي انه هو جوا الهارد ديسك في حاجة اسمها متل بلاترز او الاستوانات المعدنية وفيه جزء تاني كده مهم جدا اسمه الريد رايت هدز او اللي هي الهدز الرؤوس اللي مسؤولة عن الكراءة والكتابة واحط لكم فيديو في وصف الفيديو تحت هتلاقوا فيه شكل الهارد ديسك وهو شغال بس متبطأ 40 مرة يعني هو بيشتغل بصورة عالية جدا لكن الفيديو اللي انتوا تشوفوه هتلاقوه بطيئ علشان تشوفو حركة البلاترز دي مع حركة الهدز الديتا بتاعدنا بقى اللي هي زيرو الوحيد بتتخزن على البلاترز دي اهم بقى ما يميز الهارد ديسك ان هو وصله كهرباء او مش وصله كهرباء الديتا متخزن عليه احنا بنحتاج بس الكهرباء مع الهارد ديسك فحالة ان احنا عايزين نتعامل معي يعني عايز اكتب داتا عايز اقرب منه داتا عايز اعدل عليه داتا هي دي الحالات اللي انا بحتاج لازم يكون فيه كهرباء وصله الهارد ديسك لكن لو مفيش كهرباء وصله الهارد ديسك فقرزي الديتا بتاعتي متخزنة هيجي حد دلوقتي يقولي طيب احنا ابتدينا نتخيل ان الرام بتتخزن عليها الديتا ازاي انا دلوقتي بقى عايز ابتدي افهم ازاي الديتا بتتخزن على الهارد ديسك في البلاترز دي وهل هي بتتخزن عن طريق الالكترونز زي كده الرام ولا هي ليها طريقة تانية ايه اللي بيتخزن بالضبط على البلاترز دي فلنتخيل ان ده الهارد ديسك في الماثر بورد بتاعتنا دي كده الرام في الماثر بورد الرام بتكون موصولة بكابل زي ده كده بالهارد ديسك اللي بيحصل واللي انا قلته لكم اي حاجة انا فتحيها على الكمبيوتر دلوقتي كده هي بتتحمل على الرام علشان يقدر السي بيو يشتغل عليها وينفذلي كل الاوامر اللي انا عايزها فالرام بتحتاج لو فيه فايلز او فيه حاجات على الهارد ديسك بتحتاج ان هي دايما تتعامل مع الهارد ديسك لاما تقرأ منه لاما تاخد منه بيانات او تاخد فايلز او اي ان كان بيحصل شكل انتقال للداتا بشكل دائم ما بين الرام وما بين الهارد ديسك فنتخيل دلوقتي في بعض المعلومات الموجودة في الرام والتعديلات اللي احنا عايزين نعدلها في الهارد ديسك فالرام دلوقتي هتبعث زي سيجنالز اشارات للهارد ديسك الاشارات دي بتبعتها بشكل معين الهارد ديسك بيعرف يتعامل معاها بشكل كويس جدا ده كده الهارد ديسك اللي اتفتح من جوه زي ما احنا قلنا بيتكون من البلاترز ومن الهيدز لو نزلنا تحت شوية كده هنلاقي ان الكابل ده اللي جاي من الرام وجاي فيه سيجنالز بتدخل السيجنالز على الشريحة بتاعت الهارد ديسك ده بتدخل على هيئة بولتش فلكتويشنز بعيدا عن التعقادات زي كده كهرباء فالسيجنالز دي بتدخل على قسمين اول قسم من السيجنال بيدخل على الجزء ده كده والجزء ده بيكون مسؤول عن لفة البلاترز دي فالجزء بتاع الكهرباء ده بيخلي الاستغناء دي تعد تلف بصورة عالية جدا القسم التاني من السيجنالز اللي جاي من الرام بيدخل على الجزئية دي على الريد رايت هيدز وهو ده بقى الجزء اللي مسؤول عن الكراءة والكتابة والتعديل وكل الحاجات اللي انا عايز اشتغل عليها على الهارد دسك ده ده كده شكل الهيدز دي الهيدز دي بتتحرج رايح جاي بالشكل ده كده طيب هيجي حد دلوقتي يقولي تمام جدا ايوا الهيدز دي بقى ازاي بتكتب الديتا على البلاترز دي طبعا فكرة ان هي تكتب على الاستوانات دي دي حاجة غير مرئية بالنسبة لنا احنا بمشوفهاش خلينا نقرب جدا وخلينا نبدأ نتخيل شكل الجزائيات دي بيكتب ازاي ده كده الارضية بتاعة الاستوانة ودي كده الراس بتاعة الهيد اللي حصل ان هم بناء على زي ما انا قلت لكم تجارب فيزيائية اكتشفوا لو دخلت الاشارة من هنا وليكن ده مثلا جزء المجب تلاقوه انشأ جزاء عن طريق المجال المغناطيسي انشأ جزاء ليه اتجاح معين ولقوا ان لو احنا دخلنا الشحنة القهربائية دي من الجزء التاني وليكن دخلتلي مثلا من الجزء السالب فلقوا ان هم بينشأ جزاء مغناطيسي في اتجاح معاكسي فمن هنا قدروا يقولوا خلاص لو الجزاء ده الاتجاح بتاعه ده يبقى ده كده وان مثلا ولو الاتجاح بتاعه العكس ده كده زيرو يبقى انا قدرت اعمل الوان والزيرو انا قدرت انفز البايناري ساستم انا قدرت يبقى عندي الكمبيوتر احط عليه الاتا بتاعتي الحقيقة ان الجزيقات دي قريبة جدا من بعض تكاد تكون ان انت لو حطينا شعرة ما بين الجزيق ده والجزيق ده شعرة دي يدوب ما تقدرش تفرق بينهم عايز اقول معلومة برضو فيه ناس بتتخيل اني انا مثلا وليكن عايزة افتح ملف وورد وعدل عليه ويتحفز على الهارد ديسك فالناس بتتخيل اني لو انا مثلا ملف الورد بتاعي ده فتحته فبيبدأ يتخزن على اول استوانة فوق كده لحد ما يخلص ده ما بيحصلش اللي بيحصل ان ممكن ملف الورد الواحد ده يتخزن جزء منه هنا وجزء على الاستوانة اللي تحتيه جزء على هنا وجزء على هنا فيبدأ يبقى متفرق ما بين الاستوانات مش لازم يكون الملف متكامل على استوانة واحدة كل جزء من الاجزاء بتاعت الملف دي اللي محضوط على كل استوانة بيبقى ليها العنوان بتاعها اللي أو نظام التشغيل بتاعي عارف كويس قوي عنوين الجزء بتاعت الملف ده فيقدر يرجع له ويقرأه من كل الاستوانات في نفس الوقت انا عارف ان الموضوع يبين ان هو معقد شوية ده عادي جدا مش مطلوب مننا ان احنا نتعمق في تفاصيل اكتر من كده يكفي جدا المعلمات العامة اللي احنا خدناها الموضوع عشان نستوعب بس الفكرة ككل عاملة ازاي دلوقتي بقى تاني اهم اختلاف ما بين الهارد درايفز والرام هي الساعة او المساحة بتاعات كل واحدة فيهم قد ايه كشركات هارد وير قدروا ان هم يصنعوا الرام مثلا تلاقي شريحة رام بيتحفز عليها الزير والوحيد لحد وان جيجا بايت يعني ممكن تلاقي شريحة رام الساعة بتاعاتها واحد جيجا بايت اثنين جيجا بايت اربعة جيجا بايت ممكن ستاشر ممكن مثلا لحد اثنين وتلاتين اعملوا سيرش يشوفوا وصل تصنيع شركات الهارد وير وتطويرها لحد قد ايه الساعة للشرايح بتاعت الرام الهارد درايفز يا جماعة زي ما قلتلكم ان فيه اكتر من استوانة والهاتز دي بتخزن على السونات دي بارتيكلز او جزيئات صغيرة جدا تعبر عن زي الواحد فساعة الهارد درايفز كبيرة قوي يعني بيخزن اعلى بكتير من ساعة الرام فتلاقي ان الهارد درايفز اللي موجودة في الماركت تلاقي مثلا هارد درايف متين ستة وخمسين جيجا بايت او الف جيجا بايت الف جيجا بايت يعني بيت الف تيرا بايت الساعة بتاعته تيرا بايت ممكن تلاقي اتنين تيرا بايت ممكن تلاقي اربعة تيرا بايت اعمله سيرش تشوفه وصل لحد فين تصنيع الهارد درايفز والساعة بتاعته الموجودة في السوق دلوقتي ما بين الشركات طيب لحد كده الهارد ديسك صراحة حاجة جميلة جدا وحلتلي المشكلة بتاعت الزاكرة المتطيرة بس الحقيقة انا عندي فيه عيوب ايه العيوب بتاعت الهارد ديسك انا قلتلكم ان هو بيتكون من جوه من استوانات معدنية وان الاستوانات دي بتقعد تلف تلف بشكل دائم اي حاجة معتمدة ان هي بتلف بشكل دائم بشكل ميكانيكي كده فهي معرضة ان ممكن يحصل اي مشكلة فيها يعني لو الهارد ديسك ده اتخبط خبطة معينة او وقع الارض مثلا بشكل لا ارادي ممكن الاستوانات دي تحتكب بعض فيحصل تدخل في الداتا بتاعتنا في الداتا بتاعتنا تبوز يعني كل الحاجة اللي على الهارد ديسك اصلا تتروح او تبوز او الهارد ديسك نفسه يبوز فدي طبعا بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جدا ده غير بما ان حاجات بتغط تلف بشكل ميكانيكي بشكل عالي جدا فهو العمر الافتراضي بتاعه ممكن يبقى قليل وفيه عيد تاني الحقيقة معلومة ان الهارد ديسك البلاترز دي او الاستوانات دي بتلف في الدقيقة من 7200 لفة وممكن يوصل في بعض الهارد ديسك ان هو يلف 10.000 لفة في الدقيقة الوحدة فممكن حد يقول ايه ده ده سريع جدا يعني ان هو يلف 10.000 لفة في الدقيقة الوحدة ده كده يديني سرعة عالي قوي الحقيقة ان بعدد اللفات اللي الاستوانة دي بتلفاها في دقيقة لسه برضو ابطأ بكثير جدا من الرام شكل حركة تغزين الشحنات الالفترونية داخل الرام لما بتتخزن عن طريق الترانزيستور والكاباستورز والحاجات دي بتتخزن بشكل اصرع بكثير جدا من لفة البلاتورز دي او الاستوانات دي فالهارد ديسك بيكون أبطأ بكثير من الرام بما ان انا بقى في مجال التكنولوجيا بنطمح دايما للاحسن فاحنا عايزين نخترع حاجة في النص يعني انا عايز حاجة تكون مفهيش الميكانيك بلاتورز دي اللي هي تقعد تلف تلف كده لان احنا عرفنا ان ليها يوب وفي نفس الوقت ده طلع بطي قوي فاحنا عايزين حاجة سريعة مش شرط خالص ان هي تكون بنفس سرعة الرام لكن انا عايز حاجة اسرع من الهارد درايفز ويشلي المشكلة بتاعت اللفة بتاعت البلاتورز زي وفي نفس الوقت تديني الميزة الرهيبة بتاعت الهارد درايفز ان هو نون فلوتايل ميموري او زاكرة دائمة غير متطيرة وهو ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي قبل ما اقفل خلينا نتكلم عن تو دو رقم 11 ده الناس اللي هتحلل تو دو ده هي الناس اللي بتحب الالغاز شوية الشخص ده اسمه فاجيو ماسوكا ده لوانا بانطق اسمه صح ده مهندس ياباني عايزيكوا تقولولي ايه علاقة المهندس ده بالكلام بتاع الفيديو ده والكلام بتاع الفيديو اللي جاي وتكتبولي ايه سبب مشكلته مع شركة توشيبة خلينا نطور عملية البحث ونزود معلوماتنا العامة احنا كده خلصنا الفيديو ده اتمنى انه هو يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم